السؤال الذي أريد أن أطرحه عليكم هل تعهد الله تبارك وتعالى بحفظ السنة؟ الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن هل حفظ الله تبارك وتعالى السنة؟ الأجوبة المتوقعة لهذا السؤال إما أن نقول نعم وإما أن نقول لا إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى ما حفظ السنة لاحظوا أيها الأحبة الكرام هذا العبد الفقير يعتمد الأسلوب البسيط هذا الكلام الذي أقوله ربما إذا دخل في أروقة العلم والبحث العلمي تصير فيه كلمات رنانة وكلمات صعبة أنا أطرح الأمور ببساطتها فأنت لا تصور هذه البساطة يعني أن هذا البحث مو مهم أو أن هذه القضية مو مهمة لا غاية الموضوع أننا نطرح الأمور المهمة جدا بأسلوب مبسط يفهمه كل الناس هذا السؤال يجب أن يطرح الله عز وجل هل حفظ السنة؟ هل تعهد بحفظ السنة؟ كما أنه تعهد بحفظ الكتاب؟ أما أن تقول لا وأما أن تقول نعم ماكو خيار ثالث إذا قلت أن الله تبارك وتعالى لم يحفظ السنة ولم يتعهد بحفظ السنة فأنت بعبارة أخرى تقول أن الله تبارك وتعالى لم يحفظ دينه لم يحفظ الدين ولا فائدة من حفظ الكتاب يعني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بعد ما بها فائدة ليش؟ لأن الكتاب بيانه في السنة تفسيره في السنة أحكامه في السنة فإذا فقدت السنة صار الكتاب لا ينفع واضح؟ فلا تستطيع ولا يستطيع أحد عاقل أن يقول أن الله تبارك وتعالى لم يحفظ السنة بين قوسين تبه لي أكو استدلالات للعقلاء بسيطة جدا سهلة جدا هذا الاستدلال إذا فهمه العاقل ينقلب 180 درج الله حفظ السنة أم لا؟ ستقول لي لا شك أن الله حفظ السنة 100% الله حفظ السنة مستحيل تقول أن الله لم يحفظ السنة مستحيل طيب أين حفظها؟ وين؟ أين السنة؟ هل هي السنة الموجودة في صحيح البخاري؟ كلا أنا أقول كلا أنا أقول كلا ليش؟ لأن البخاري نفسه يقول أنه يحفظ 600 ألف حديث وأعطاننا من هذه 600 ألف حديث أربع تالاف أو ثلاث تالاف يعني في شيء بسيط يعني إذا نريد أن نأخذ من غير المتابعات أو المتابعات عفوا والشواهد وأفرض المكرار يمكن يطلع في البخاري ألفين وشيء دعنا نقول 3000 حديث يعني محمد بن إسماعيل البخاري الإمام المحدث صاحب الحفظ الذي كان يحفظ 600 ألف حديث 600 ألف يعني 6 مقابلة 5 أصفار أعطاننا 3000 3000 كم الباقي هذه ما تريد لها يعني حساب عرب كم الباقي الباقي 500 و 97 ألف حديث كم النسبة إذا نحسب بالنسبة النسبة التي نقلها العلامة البخاري في صحيحه من الأحاديث التي كان يحفظها 0.08 أو 7 هالشكل هذه كارثة بس إحنا أوقات ما نحسب أوقات ما نتأمل شايف هذه كارثة طيب يا شيخنا وأنا قلت لكم كم مرة ولازلت أقول أنا أبحث بحث علمي لو هذا الكلام قاله الكليني الشيعي أقول نفس الكلام لو أنا الكليني الشيعي يقول كنت أحفظ 100 ألف حديث أقول له تعال أنت تحفظ 100 ألف حديث ليش عطيتنا 16 ألف لكن الكليني لم يقل هذا أما البخاري قال هذا فأنا أحاكمه بما قال مع كل احترامنا فيا شيخنا أنت بدل ما تكرر أنت تقريباً كررت 3000 حديث تقريباً 3000 حديث أنت كررت ماكو داعي تكرر انقل لنا الأحاديث الأخرى بدل ما تنقل لنا 3000 انقل لنا 6000 طيب هل الوقت كان لا يسع أنت كنت قبل كل حديث تقول أنك تتوضأ وتصلي وكذا ليش أعطيتنا بس 3000 يعني أعطيتنا 8 بالألف يمكن يصير 8 بالألف من كل ألف أعطيتنا 8 8 أحاديث هذه مشكلة ومسلم نفس الكلام الإمام أحمد قيل أنه يحفظ مليون حديث كما أعطينا الإمام أحمد يعني يمكن إذا ما أنا غلطان ما يصل لـ 30 ألف حديث ما يصل لـ 25 ألف حديث على ما في بالي ما يصل هذه شنو نسبتها من المليون فإذا هذا الكلام الذي دون بالكتب والذي يعترف به الجميع يثبت لنا إثباتا قاطعا أنه السنة النبوية ليست منقولة بتمامها فالبخاري ما يقدر يعطيني السنة يعني الشيخ البخاري والإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة أرجوكم فكروا معي بعقل بدون تعصو هؤلاء لا يستطيعون أن يقولوا أنهم نقلوا لنا كل السنة النبوية ما يقدرون فإذا الفريق الفلاني ما يقدر طيب خليني أجي إلى الشيعة الشيعة أنتم كم حديث عندكم كم نقلتم من السنة النبوية أكبر كتاب عندكم فيه 16 ألف حديث الكتب الثاني خليني أقول أنتم عدكم مجموعة حديثكم أيها الشيعة كم هو عدد الأحاديث عندكم 16 ألف عند الكافي في الكافي وعدكم كتب ثلاثة أخرى من لا يحضره الفقيه والاستبصار والتهذيب وعدكم كتب حديثية أخرى خليني أقول على اعتبار أن الشيعة هم أكبر أمة أو أكثر أمة على وجه الأرض تمتلك رصيد روائي وحديثي هذا ما بكلام الشيعة أكثر أمة على وجه الأرض عندها رصيد في الأدعية ما ك أمة على وجه الأرض عندها أدعية كأدعية الشيعة وأكثر أمة على وجه الأرض عندها رصيد في الحديث لأن الشيعة ينقلون عن 12 إمام ينقلون عن ثلاث قرون لاحظ فبالتالي من البديه أن يكون هذا تراثهم خليني أعطي رقم للشيعة تقريبي تقريبي هذا الرقم وأنا يعني أعتقد بل شبه متأكد أن الحاديث أكثر من هذا راح أعطي الشيعة أربعين ألف حديث روية عن عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته أربعين ألف طيب الآن أنا أحاكم إخواننا الآخرين أقول هكذا أنتم أيها الأحبة قلتم المذاهب الأخرى المكرمة قالوا أن مجموع ما عندهم من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة آلاف حديث احسبوا إياه بارك الله بك أربعة آلاف طيب كم هو أو كم هي المدة التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته ثلاثة وعشرين سنة إذا ضربنا ثلاثة وعشرين سنة حاولنا نطلع عدد الأيام يطلع عندنا ثمنتالاف وأربعمية وشيخ اللي تولي أربعمية ما لا علاقة بي ثمنتالاف أكثر من ثمنتالاف يوم النبي صلى الله عليه وآله من حين ما بدأت الدعوة إلى يوم شهادته عاش أكثر من ثمانية آلاف يوم جميل إذا قلنا أنتم تقولون أن الذي عندكم من حديث النبي صلى الله عليه وآله أربعة آلاف حديث بهذا صرح العلماء علماء كبار قالوا مجموع الأحاديث أربعة آلاف حديث يعني هذا العدد أنا أنقله من علماء معتمدين ولهم وزنهم أربعة آلاف طيب أربعة آلاف حديث والنبي عاش ثمنتالاف يوم معناها كل يومين النبي يقول حديث واحد يعني كل يوم نصف حديث هذا النبي أرسل بالكلام أم أرسل بالسكوت طيب هذا الحديث الفعل وين التقرير وين مسنة النبي ليست القول فقط فعله تقريره هذه وين فهذه مشكلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق الإنس والجن كان يصلي الجمعة في المدينة المنورة أليس كذلك أليس كذلك أيها الشيعي نعم أليس كذلك أيها السني نعم أليس كذلك أيها الزيدي نعم أليس كذلك أيها الجني نعم كان يصلي نعم كم صلى صلى النبي في المدينة قرابة 300 صلاة هذا بعد التخفيضات لأن كل سنة يصير عندنا بحدود 48 جمعة إذا أكو خطأ بالأرقام فلا تلوموني يعني شو سمع أنا على الارتجال أتكلم كل سنة بها قرابة 48 أو 48 48 10 سنوات في المدينة المنورة 480 180 هدية 300 صلاة جمعة 300 صلاة جمعة كان يحضرها المسلمون رجالا ونساء والنبي صلى الله عليه وآله يتحدث وهذا كلام دين كم خطبة جمعة موجودة في كتب المسلمين كلهم كم خطبة جمعة الشيعة إذا عدهم عدهم شيء بسيط يعني 20 30 في الحدود يعني غير الشيعة ما عدهم ولا خطبة وين راحت هذه الخطبة هذه أسئلة يطرحها الإنسان يفكر بصوت عالي لا أقصد منها الإساءة لهذا الفريق أو لهذا الفريق أنا أريد أن أحرك العقول من حقي وحق كل إنسان مسلم أن يسأل هذا السؤال أين هذه الخطب اليوم أحنا الخطب التي تلقى في منابر على منابر المسلمين تحفظ ما شاء الله تحفظ وبعد مئة سنة ألف سنة إذا تريد هذه الخطب تحفظ تقول لي طبعا تحفظ اليوم أكوة وسائل للحفظ أيضا في الزمان السابق الصحابة كانوا يحفظون هذه الأحاديث من وين جاءت أليست من حفظ الصحابة أذهانهم كانوا فيها سيلان قوة حافظة لاحظوا فالكلام هكذا أنه من أين أو أين هذه الخطب أين ذهبت هذه الخطب هذا السؤال يجب أن يطرح لا يوجد أنا أقولكم لا يوجد أنا أقول لا يوجد لاحظوا طيب خلي الآن خلصنا أخواننا المخالفين واضح جدا أنه التراث اللي عندهم ما يساعد في هذه القضية خلينا نجي إلى الشيعة أنتوا الشيعة أشقدت عدكم أربعين ألف أربعين ألف هذه الأربعين ألف يجب أن تقسم على ماذا على ثلاث قرون مو مثل السنة المساكين السنة يقولون نأخذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإحنا جمعنا العدد بهذا الانصاف زين الإنصاف بطلوب فأنتوا أيها الأحبة الشيعة عدكم آخر إمام استشهده سنة ثلاثمائة وستين فأحنا نحاسبكم على ثلاثمائة وستين سنة شو قد عدكم أربعين ألف أربعين ألف إذا نقسمها على ثلاثمائة وستين سنة أيضا تطلع حديثكم قليلة جدا صح ولا غلط يعني لو تحسبوا لي فضلا لو تحسبوا لي ثلاثمائة وستين سنة وعدكم أربعين ألف حديث كم تطلع النسبة أيضا النسبة تطلع قليلة أيضا ما عندكم قليل لكن الشيعة يطوك عذر شي يقولوا لك يقول لك وين إحنا شلون إحنا محاصرين إحنا عندنا تقية ممنوع الحديث اللي يحدث عن أهل البيت تهدم داره اللي يحدث عن أهل البيت يقتل وهذول الناس التاريخ مليء إحنا عبارة عن قتلى بعد قتلى ولاعدنا منابر ولاعدنا ما عندنا شيء إحنا عايشين في حالة اضطهاد مستمرة كتبنا تلفت يعني مثلا يقول لك يقول لك مثلا محمد بن أبي عمير هذا وضع كتبه عند أخته قال لها هذه الكتب خليها عندك أنا الحكومة جاء يطاردني خاف يمسكوني حتى هذه الكتب لا تروح فهذه أخذت الكتب دفنتها في الأرض ذهب هذا الرجل أخذه إلى السجن سجنوه بعد ما خرج من السجن جاء فتش عن الكتب طلعوا الكتب من الأرض الكتب كلها تالف كلها تالف نعم فالشيعة عدهم عذر مو لأن أنا شيعي بس المنطق يقول هذا الشكل يعني أنت لما تعيش حالة حصار وممنوع عليك أن تكتب يعني ما تقدر أنت تروح تكتب وتطبع كتاب بالسوق بقولتنا وتنسخ كتاب أمام النساخ هذه كارثة كبيرة هذه ملاحظة مهمة يعني قبل اليوم 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 المطابع اليوم اليوم المطابع اللي تطبع الكتب تطبع أي كتاب يعني الآن إذا واحد ذهب إلى المطابع في دولة الفلان الدولة الفلانية وقال لهم هذا كتاب لإثبات إمامة أهل البيت عليهم السلام يطبعون يطبعون هذا الكتاب لا من يطبعون أكثر من هذا أنا شخصيا أنا شخصيا ذهبت إلى معرض الكتاب في الدولة سين الله يحفظ جميع بلاد المسلمين ذهبت إلى معرض الكتاب وكان أكو دور نشر شيعية موجودة مستضافين دور نشر شيعية من لبنان كنت أريد كتاب مفاتيح الجنان هذا الكتاب كنت أريده كنت محتاج كم نسخة من عنده فجيت لهذا صاحب الدار قلت له ممكن تعطيني مفاتيح الجنان قال إذا تقدر ترجع لي كم نسخة تريد قلت له يمكن عشرة أو كذا عشرين قال إذا تقدر تروح وترجع لي بعد ساعة وأنا أرتب ما موجود الكتاب طلعني نسخة من تحت قلت له ليش أشكل قال تعليمات إحنا هذه الكتب نخفيها تحت على الطلب فقط ما تعرض أمام الناس فهل تقبل المطابع في الدولة الفلانية أن أطبع كذا لا